تلقى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية برقية من سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية والسباق الخيل وذلك بمناسبة نجاح دورة ناصر بن حمد الرمضانية الأولى للألعاب الرمضانية وخلال البرقية شهد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة بدور سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في دعم الحركة الشبابية ورياضية في المملكة ماري بعلان خالص إتهانه إلى سموه بمناسبة نجاح دورة ناصر بن حمد الرمضانية الذي يضاف إلى رصيد الإنجازات المشرفة والمتتالية التي حققتها الدورة التي تحمل في طياتها تحمل أهتافا نبيلة مستقبلية تدعم الحركة الشبابية ورياضية في المملكة كما شاد سموه بها الجهود الطيبة التي بدلها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة والقائمون على الدورة في نسختها الثامنة بحسن التنظيم والإعداد وتوفير كافة التسهيلات والإمكانات التي كان لها الأثر الطيب في نجاح البطولة